البناءات التي يشرف عليها المهندسون يمكننا تمييزها سريعا عن البناءات التي يبنيها الهواء بريكي يستخدم المحترفون في مجال الانشاءات السكنية نوعا من الطوب الخفيف والمضغوط هو نوع سهل الاستخدام ويمكن بناء عمارات به بشكل محترف فهو قالب لبناء حائط فالمنتجون يقدمون قوالب تتراوح حجامها بين 102.5 و140 و215 ملي متر لبناء الحوائط فتستخدم تلك القوالب ذات المعيار العالية لبناء الحوائط فيقوم المستخدم بوضع القوالب ثم وضع طبقة من الإسمنت مستوية ثم قوالب الطوب ويمرر قالب بريكي عليها ويسحبها من الجانب ويستخدمها مرة أخرى وأوضح المنتجون أنه يجب ملء القالب بشكل سريع ودقيق وتوجد أحجام من القالب لتناسب أنواع الطوب المختلفة أما أسعاره تبدأ من 46 دولار طوب كوريوم وكما تشاهدون أمامكم أن تلك التقنية لا تتناسب مع بناء المباني الضخمة أو حتى منزل صغيرا لكنه يكتسب شهرة عالمية ولأنه يساعد في بناء المباني العصرية حيث أنه يستخدم داخل المباني ويضع بشكل معين على الحوائط فتلك عملية طويلة ومعقدة أما النظام التغطية بالكوريوم يمكنه تعطية ثلاث أدوار سريعا وتعاد تلك العملية سهلة وبسيطة يتم تثبيتها أولا على الحائط ثم يدق عليها وتوجد حوائط معدنية يمكنها الامساك بالطوب بجميع الأشكال والمقاسات ثم يتم ملء الفراغات وتغطيتها وبفضل هذه التقنية تعطي نفس المظهر الخارجي للطوب ويمكن أن تتغير القوالب وفقا للتصميمات بلاط الأرضية توجد العديد من أنواع البلاط التي تباع بالأسواق الحديثة وبخصائصها المختلفة وكما ترون أمامكم أن أدوات ذلك النوع اقتصادية وسهلة لاستخدام أول ما يزب انتباهنا هو شكل البلاط ونحتاج إلى شيئين فقط لاستخدامه سكينا وقياسا للطول توجد زوائد تجوفية بكل جانب من جوانب البلاط لتربط البلاط ببعضه البعض وهناك ميزة أخرى لاستخدامه وهي نعمته أهم ما يجب عليكم الانتباه إليها عند تركيب البلاط بالجوانب والقياس الصحيح وقطعه بالسكين بشكل صحيح تلك الأرضية ناسب الاستخدام داخل المنزل وخارجه على حد سوى فعلى سبيل المثال يمكن استخدامها بصالة الألعاب أو داخل الغرفة حيث يمكن استخدام عدد قطع منها كبديل للسجاد وهناك نوع آخر مصنوع من البروبيلين مضاد للصدمات وينصح المنتجون دائما باستخدامه كما أن لديه ميزة أخيرة وهي شكله الجمالية ذلك البلاط مصنوع لمقاومة الزيوت والآلات والمواد الكيميائية ويمكن تشكيله سريعا بما يتنسب مع المصنمين ولكنه يحتاج إلى مكينات لقطعه ليتم وضعه بالجوانب تسوية القصارة يجب استخدام آلة لتسوية القصارة للحصول على حائط النعم وبعد الانتهاء من وضعها أول شيء يجب عمله هو تسوية سطح الحائط فالقصارة تبدأ بالجفاف بعد 45 إلى 60 ثانية من خلطها ولهذا يحتاج العمل إلى أدوات كثيرة تنهي عمله دون سهلاك وقت طويل فهم يستخدمون أداة معدن يعريضة لوضعها على الحائط ولكن إذا أردتم أن ينتهي عملكم سريعا وعلى أكمل وجه يجب عليكم استخدام مثل هذه الآلة والتي ترونها أمامكم تلك الآلة تستخدم في مجال البناء فهي تسهل العمل وتعطي نتيجة رائعة تشبه تلك الآلة آلة تنعيم الجدار العادية ولكنها أحد الآلات الحديثة لتنعيم الحوائط قوالب تغطية البالوعات لم تتغير صناعة آطية البالوعات على مدار السنين حيث أن الآطية التقليدية كانت تظهر بأنها مناسبة لعدة سنوات أي أنه لا يوجد أي معنى للعمل على تطويرها في هذا الفيديو ستشاهدون آطية قد تم تغييرها وتنتج تلك الآطية شركة ألمانية تلك الآطية المستطيلة تكون الأفضل في مجال البالوعات وفي نفس الوقت يمكن أن يعبر خلالها أكثر من شخص في نفس الوقت انتبهوا لشكل الغطاء يتكون من أربعة مثلثات مكونة شكلاً مستطيلاً وتساعد تلك الوصلات على فتح الغطاء مئة درجة ويقومون بوضع مادة تساعد على إغلاق الغطاء وهذا يعني أنه إذا قمتم بالضغط عليها بطريق الخطأ لا ينغلق سريعاً ولكنه يقوم بالقفل على الوضع الجديد وهذا يزيد من أمان الغطاء الأرضية الحجرية تقوم شركة دوغل تاتش ببيع الأدوات لعمل الأرضيات الحجرية الفريدة تلك الأحجار الصغيرة تتنوع علوانها فالمنتجون يقدمون أدوات ملائمة لاستخدامها داخل أو خارج المنزل مثل الأرصفة والمداخل والشرفات والسلالم الموجودة بالخارج ولحمامات السباحة ويرد منتجون أن تلك الأحجار لها أداء جيد في مجال الأرضيات فتلك الأحجار لا تسمح بنو نباتات خلالها ولا تجمع المياه فوقها فلا توجد هناك حاجة لتجديد هذه الأرضية مثل ما يحدث بالأرضيات الأخرى فصنع تلك الأرضية ليس معقد ويمكن صنع أرضيات بسهولة حتى لو كانت تلك الأدوات قديمة جدا ويمكن صنع الأرضيات من أي نوع من أنواع الأحجار يتم خلط مادة الرزن الشفاف ببعض المواد الأخرى لكي تقصى ثم يتم خلطها جيدا بأحجار الديكور يتم صب الخليط على الأرض ويتم فرده بأداة البسطة وأخر شيء هو توزيع تلك الأحجار بجانب بعضها البعض وتركها حتى تجف قوالب العرضات الخشبية اتجه العالم إلى التصميمات التي يصممها الحاسوب فالخبراء وجدوا أن هذا له أهمية كبيرة في تطوير تقنيات مجال الإنشاء وأحد تلك التصميمات هو ذلك القالب الإنشائي والذي تشاهدونه أمامكم على الشاشة فشرح تلك التقنية بكل بساطة هو أنه في المستقبل سيتم استخدام تلك الحواجز لبناء الأرضية فتلك القوالب تساهم في تقليل التكلفة ويجعل العاملون يقومون بعملهم بوقت قصير وهذا يعمل على تقليل العمل والتكلفة فالعرضات الخشبية من أهم الأشياء بهذه التقنية فارتفاع تلك العرضات قد يصل إلى 180 سنتيمتر وأكثر ويستخدم ذلك النظام الذي تقوم بإنتاجه شركة أسترالية في بناء أرضيات الدور الثانية شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الإعجاب بالك والاشتراك بالقناة شكرا لكم